السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بقاع المشاهدين والزوار سواء القدام او اللي داخلين دابا شكركم بزاف وبالنسبة للناس اللي اول مرة يزوروا القناة كنتمنى تشاهدوا الفيديو اللي في القناة وكنتمنى يلعجبكم المحتوى تخليوا ليالي لايك ديالكم وايضا ما تنسوش تضغطه على السابوني وبطبيعة الحال تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهاتي وهكدا غادي تدعموني اخواتي وتشجعوني باش نزيد نحط لكم المزيد من الفيديوهات وشكرا بزاف للناس اللي مدعميني ومسانديني ويخليوا لياتعالق ديالهم اللي زوينا وكتشجعني وكتفرحني شكرا لكم بزاف بالنسبة اليوم ان شاء الله غادي نبارتاجي معاكم في هاد الفيديو واحد تبيلي البنات خاطيرة ديال الجاج اللي كيكون مشوي في الفاخر اولف شوية ديالتونت وما حسب الرغبة ديالكم اللي كتجي رائعي البنات ولي كتجي ربما احسن من هادك الجاج اللي كناكله في المطاعم صراحة ما دق ولا ارواع اللي انا عمري ما كليت بحالو واللي غادي صايبه راجلي لانه وتبارك الله كيعرف يصايب هاد تبيلي هدي مزيان المهم هو تكلف بالقادية وانا صورته وهاد شيلي كاين وغادي نبارتاجي معاكم حتى الطريقة ديالي كيفاش كان نقي الجاج وكيفاش كان رقده لانا انا البنات عندي عقدة من ريحة الجاج ريحة زفورة ديال الجاج وريحة البيض هادو عندي عقدة من هما البنات وكن ضن باناكم راكم بحالي كان بعض الناس اللي كمشي كان ناكل عندهما البنات صراحة والله العظم اللي اذاك الجاج بانتنقدرش نصرته لانه يكون فيه الريحة مجهده ولهذا انا معقدة من صراحة ترقيدة ديال الجاج وكنديروها حتى ترقيدة اللي شوية سبيسيال كنتمنى تستفدوا من الناس يغطوا المبتدئات كنتمنى يستفدوا وغادي نبارتاجي معاكم حتى واحد الوصفة مقبلة كنديروها احنا يا الامازيغ اللي كنسميوها خردولة كنتمنى تبقوا بشتوفها وتبقوا تشاهدوا الفيديو حتى النهاية وان شاء الله تستفدوا في هذا الفيديو شكرا لكم بزاف وبقوا معايا ونبدو ان شاء الله على بركة الله مهمة البنات هناك كنتشوفوا عندي جاج را هم قسم بالنسبة للجاج اللي غان شوي والجاج اللي غادي نديرو في حويجات خورا انا كانحتاج الحامض للخل والملحة وبنسبة لك انتو غطيبو هات الجاج في مره يقاليك تكون فيها التومة حتى التومة اضيفوها تحنو هاته هي مع الترقيضة وثكين جبير بالنسبة للناس اللي بغن يطيبوه الجاج ضغية يعني ما بغن يخليوه يتعطل في الترقيضة نستخدم جوج حامضات كبار اللي صراحة عامرا فيهم المات بارك الله غسلتهم زيان وغن نحيط لهم غير العظومة اللي باينين هكا ونطحنهم بالقشرة ديالهم نضيف عليهم كمية لا بأسة بها ديال الخل ونضيف معلقة كبيرة ديال الملحة بنسبة لبنات كيف ما قلت لكم اللي زربان على الجاج بغي يطيبوه يضيف حتى سكين جبير نضيف الماء باش نطحنه في الخلات الكهربائي نطحنه مزيان من بعد ما طحنتوا يا البنات كنصفي في صفايا اللي يخرج لي غير الماء لانني لبنات واحد لاستويت حتى هي هي انني ما تنغسلش الجاج من بعد بترقيضة ما تنغسلوه لان البنات كنعرفوا بلي الجاج مليكي قسوا الماء بارد راتي عطي نحت زفورة مجهده سوفي البنات من بعد ما صفيتوا مزيان سوف نرد الحمض اللي بقى لي نعود نطحنه ثاني نستعمله ثاني نطحنه نضيف عليه الماء لانه باقي فيه لقود الحموضة سوف نضيف عليه الماء ونطحنه مهم البنات من بعد ما طحنتوا سوف نصفيه ثاني باش نخرج ثاني لانه باقي فيه صراحة باقي مركز سوف نصفيه صافي وهدية الترقيضة ديالي مهم البنات سوف ننقيت الجاج لانه باقي ما نقيتوش سوف نخلي البلاستيك اللي كون فيها الجاج كنرمي فيها لوسخ ديال الجاج البنات انا الجاج كنحيد له الجلدة ما تنخليش الجلدة تنحيدها من عند مول الجاج بنسبال اي شحمات تتباني ليا اي حاجات تتباني ليا زيادة يعني تنكرطه مزيان ما تنخليش فيه حتى شي حاجه وبنسبال البنات تكو الجذورة ديال الفخاد تكون فيهم الداخل واحد شحمة صفره هذيك صراحة تطريح تدفوره مجهده دائم انا كنحيدها صراحة ورية بطبيعة الحال راكم كلكم عارفين من قيم الجاج تبارك الله ومشاء الله المهم هذي طريقتي انا شاركتها معكم نحيد اي حاجه الملحة يالبنات سوف نستخدم الملحة بزافتا نحاول نجبت بها قاعدك هذيك الغيشة التي يكون هكك مريق يعني صراحة تعيفك تنحيدك كامل بالملحة وكيف يدير الدقيق حفيتها دائرة حتى انا البنات ولكن تجيني انا الملحة التي تكون هكك غليظة وحرشة تجيني عملية وحسن مهم كيف كتشوف هذا الطريق باش ننقي انا الجاج ديالي غادي نكمله في النقاة كامل ونرجع اليكم مهم البنات بعد ما نقيت الجاج ديالي كيف ما كتشوفه هنا يا نقيتهم ازيان وهذا بالنسبة للجاج اللي غادي نشويه هو هذا هو هذا الفخادة البنات ديما كان في اللحوم باش كتدخلهم ترقيضة كنحاول نخويهم البانيو من ذاك الماء اللي كيكون سقطر من جاج مزيان بنسبة لترقيضة البنات راهية في هذا كتب اللي كوم راهية في الطاسا هي اللي شاركت معاكم صافي بعد ما استقطرتهم من الماء اللي فيهم بنسبة لكبدة البنات كنخليها علاجة لانا انا متا رقدهاش معاهم لانا اصلا مي كان بيستخدمها كان نسلقها في الحامض وشوي ديال التومة سوف نقسم البنات عليهم ديك الترقيضة وكندخلهم التلاجة نغطيهم وكندخلهم التلاجة يترقدوا يعني الليلة كاملة ولكن بنسبة لانا الليلة كاملة صراحة بنسبة لديل شواء راهية مني سترقد غادي نخرجه ونستقطره مزيان مزيان ضروري انه ينشوف لكم الجاج باش كي يجيكم الماداق دياله بنين البنات من بعد ما طروفة يعني لديك التجاج اللي كانت عندنا ديال شواء استقطرت مزيان كيف كتشوفوا راه وجد درجة للخضراء اللي غادي يحتاج بنسبة لترقيضة بنسبة لتجاجة البنات راه كي يزيدي قطعه مزيان زيدي في الحوم مزيان ويرققه باش يجينا يعني الدخول فيه الترقيضة مزيان وجي سهل حتى في شواء وغادي نفارتاج معاكم الخضراء وذلك الشي اللي غادي يدير كله يعني كله مرحلة بمرحلة يعني شاهدوا لها فيديو راه غادي ستشوفوا فيه كل شي بتفصيل المهم البنات هذا هو الجاج من بعد ما قطعه مزيان خضاء بصلة اللي شلدها مزيان اللي البنات بدأ كي يمضطيف في الممس حتى قطع جرح يديه هانتو ما شوفوا راه قاع الممس كي يمضطي وما يموت راجل على الممس مضطاهم حتى جرح يدو او دير اللي قدابوا ما قدرش يخدم بها ما حاملش يخدم بها المهم بعد ما شلل البصلة راه اضافها على جاج وغادي يشد بجو فلفلاتها وما كي تشوفوا جو فلفلات حمرين يحيل لهم ذلك الزريعة اللي فيهم الغسط باش يطحنهم ضروري تخرج لنا ذلك الكريم ديال الفلفلة ستجيب حل الشكل ديال الكريمة مهم البنات حاولنا نطحنها هكا كاملة في الطحانة ديال العطرية ساعة ما الطحنات شلينا فانقصنا الكيمياء درنا كيمياء غي قليلة وهكا الطحنات مزيان صارحا عندي روبوزوين وقالية فيه مشكل ورطيته المولة صارحا ينفعني في هذا الشيء بالنسبة للفلفلة كيف تشوفوا الطحنات مزيان كيشلز المعدنوس فقط المعدنوس هوا ضاف المعدنوس صافي بالنسبة للتوابيل كيفما كتشوفوا بودرة الثوم صراحا كتجي مهمة في هذا المشويات كتجي زوينة بزاف فما قدرش نقول لكم انكم تعوضوها بتوما عادية لان صراحة اللقودية هم ماشي يعني مياف المياف حال اللقودية لتوما عادية بالنسبة للتوابيل لبنات هورا ما يكترش العطرية احنا العيالة تراكنتها الله في العطرية هورا ما يكترش وكتلع الماكلة بنينا والله العاد مكون انا كورا نصطف هذيك العطرية ما غتجيني جاجة كاملة غتجيني هاصة هالعطرية مزيان المهم كيف شودار البزار سكين جبير الخرقوم البلدي اضاف ايضا شوية ديال كامون وشوية ديال قصبر يابس كما شفتوا معايا المهمة البنات هو العطرية ديال جاجة اللي غنخلي لكم صورة ديتالها صراحة رائعة هد العطرية كتعطي وحد الماضي خطير الجاج الى ما يلاقيتوها واذا ما لقيتوهاش تاخدوا العطرية ديال الجاج ما العطار اللي كتكوم طحونة ههي كتعطي له قوزوين ولكن هذي خطيره يا البنات كتتكون في السوبيمارشي بالنسبة لي احنا راخدينها من لابيلفي الناس اللي عارفين لابيلفي في المغرب الملح نضيفه غير شوية الملح نضيفه غير شوية الملح رجاني شان في الملح نضيفه نخلطه زيان البنات و نغطيه و نضيفه في تلاجه و نجعله ترقده حتى لثلاثة سوايع أو لاكتر قدمه يجي بنين و الشيشة البنات يجي الشيشة تقطعه و مدق فيه جربوه على حسابي و دعوه في كومنتر مهم البنات نضيفه في تلاجه و نضيفه خردولة و نضيفه مرافقة نضيفه خردولة خردولة نضيفه نجال 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 نضيفه نضيفه بنات لذي لا أعجبت بنات كذلك نضيفه ثلاثة تنبقى ثلاثة ثلاثة وضفت ايضا مزودة حرة تبقى اختيارية بالنسبة للمطيشة البنات انا كنحي لها زريعة عارفين هذه القادية اللي متابعيني رأى عارفيني تنحي زريعة المطيشة صافي وتنقطع وتنحولوا يكون المرسويات شوية صغار ماشي صغار بزاف البنات انتم غادي تشوفوا الطريقة ماشي صغار بزاف البنات انتم غادي تشوفوا الطريقة ماشي صغار بزاف البنات انتم غادي تشوفوا الطريقة خلال البنات انتم غادي تشوفوا الطريقة اكبر غادي تشوفوا الطريقة اكبر غادي تشوف لعطرية كنديرها بزيت زيتون بطبيعة الحال التوبيل المعروفة شوية سكنجبير ضرورية تحميرا فضل وصفة خرقوم البلدي دائما تحميرا مرافقاني في التوابل عندي القصب ريابس يعجبني في الطياب صراحة بزاف و شوية الكامون و بطبيعة الحال شوية البزارة لا تكرتوش لكم يعني دردرته و الملحة سوف نضيفها جيدا و نضيرها في العافية تكون مهيلة علينا الطفانة و لا نضيفوش نهائيا المياه البنات نهائيا مياه البنات من بعد ما ترقض لنا الدجاج ديالنا كيف كتشوفوه سخنا شوية و هذا سيبدأ شوي هراجلي صراحة واحد الريحة طلعة منه كتشهي البنات والله العظيم إلا طلعة واحد الريحة كتشهي يعني ما شهيتكم حقكم في الجنة سافي غادي بداي شويو و انتم ما كتشوفو الدراري ما قدروش يصبرو علي والله العظيم ما قدرو يصبروه انا ما قدرش نصبر علي الريحة يعني غيرت نصور ليكم قلت نتسنة البلاتي و ناكل مهم صراحة طلع ابنين و انتم ما كتشوفو البنات هوا من بعد ما طيب غير النص لان الدراري ما قدروش يصبروه صورت لكم باش نعطيهم ياكلو كنتمنى اعجبكم هاد البلاسة رحوا تجربوه في البيوت ديالكم والله العظيم الى اللوغو ديال المطاعم الكبرى او لا افضل قاع يعني ايش حاجة لك تكون صيبها بيدك و عارف اشنو دير فيها ما دير في هاتش حاجة اخرى يعني اضافية مهم توابيلي متوفرة بتشتري ايش حاجة تقدروه تاخدوها غير من العطار وبنسبة الخردولة ديالنا البنات من بعد ما طابت هي هادى بنينا يا البنات بنينا متحقرهش الشكل ديالها رح هي كدجي رائعة هي اصلا عش سماوها خردولة لانا كدجي هكا مرهونة وبنسبة لبنتنا اعجنت الخبز و مبقاش عندي قمح يعني ديالنخالة قدرت غير الفينو و الفورس و حاولت ندير بحال ديال المخبازات لانتشها و طراحها خبز المخبازات مو يمخرج لي بحلقة وصلنا نهاية الفيديو البنات كنتمنى تكونوا استفتوا وعجباتكم وخليوا لي في كومنتر الأراء ديالكم وليلايك ديالكم لما لا شكرا لكم بزاف اللي بقتوا كتشاهدوا الفيديو حتى لدبا ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم